في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة في حي الوعر خرجت دفعة جديدة هي الدفعة السادسة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي تمهيدا لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه خروج هذه الدفعة من مسلح حي الوعر وبعض عائلاتهم كانت بدأت بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية وفق البرنامج المحدد لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الثالث عشر من شهر آذار نعم عملية إخلاء حي الوعر من السلاح والمسلحين مستمرة وفق بنود الاتفاق هذه كما تعلمون المرحلة الثالثة والأخيرة اليوم تخرج الدفعة السادسة من المسلحين في إطار هذه المرحلة من المتوقع أن ننهي عملية إخلاء حي الوعر من السلاح والمسلحين قبل 13 أيار كما هو متفق عليه اليوم وجهة المسلحين وعائلاتهم ستكون إلى جرابلوس في الأسبوع القادم ستكون إلى إدلب من المتوقع خروج حوالي أربعمية من المسلحين مع عائلاتهم قد يصل إجمالي العدد إلى حوالي ألف ستمية أو ألف سبعمية خلال الأيام الماضية تم إخراج خمسمائة وتسعة عشر مسلحا والمئات من أفراد عائلاتهم من حي الوعر باتجاه رف حلب الشمالي الشرقي ذلك إضافة إلى إتمام الجهات المعنية في محافظة حمص عمليات تسوية أوضاع خمسمائة وأربعة وأربعين شخصا من الحي في إطار تنفيذ الاتفاق